موسم الموضوع كنت انا بقول دايما مصالح ان احنا بنمنح الزمالك قبلة الحياة هي دي وقت ما كان نادي الزمالك بيكون بيقع في بعض المباريات فانت تيجي المباراة التالية لها بالضبط تقع نفس المباراة حتى لو كان السقوط ده بيحصل في تدخلات خارجية يعني انت اتذكر جدا ماتش غزل المحلة بيننا نلعب المحلة المباراة القادمة لما كنت خلاص طالع فايز على نادي الزمالك 2-1 دخلت وجه تسموحة ازا مالك تعادل مع المقولين 2-2 فانت روحت غزل المحلة ومحمد معروف يعني يعني لم يحتسب ركل الجزاء واضحة وصريحة لمحمد هاني واحتسب فاول اصلا اللي جان منه الهدف يعني كان غير صحيح لكن خلينا نرجع نبرات طلاع الجيش وبعد كده نبقى نتكلم عن المواجهة القادمة وهي نبرات الآلي وغزل المحلة وخلينا اقول لكم او او اذكركم بالارقام اللي بتوضح قدية فريق طلاع الجيش الفترة الاخيرة اكثر من ند مع النادي الاهلي وده حقيقة الارقام وحقيقة المباريات عشان كده لما الظروف او المباراة تكون صعبة وتقدر تطلع بفوز انا بشوف ان ده شيء ايجابي جدا يعني هخليني ابدأ من مباراة كاس مصر اللي كانت 5-12 بعد مباراة القادمة مباشرة كان فيه مباراة الاتحاد دور قبل النهاية وكاس مصر في النهاية انت اتقدمت بداف القهربة اتعادله في الديها الاخيرة كان الاهداف المتوقعة للنادي الاهلي 2.8 كانت الاهداف المتوقعة تقريبا 7 من 10 هدف يعني ما تكملش هدف ولكن قدر يسجل كانت محاولاتك 17 مقابل 7 محاولات لفريق طلع الجيش في الدور الممتاز المباراة اللي بعدها الاهلي قدر يفوز 2-1 وكان برضو 2.4 من 10 الاهداف المتوقعة لكن بص فريق طلع الجيش كان واصل ان هو بيهددك ب8 محاولات وكان يقدر يسجل هدفين سجل هدف واحد وده بيوضح لك قد ايه كان في ندية المباراة اللي بعدها التعادل 0-0 تقريبا هدف لكل فريق سواء الاهلي او طلع الجيش يمكن محاولات طلع الجيش دايما هتلاقيها ما بتعديش 8 محاولات والاهلي هتلاقيه دايما اقل محاولات كانت 11 محاولة بالامس ولكن 5 محاولات لطلع الجيش بهدف السوبر المصري المباراة اللي انتهت 0-0 وفاز فيها طلع الجيش برقلات ترجيح شوف انت كنت واصل ل2.6 من 10 اهداف متوقعة ما سجلتش حتى هدف تقدر تفوز بيه بالمراه وهو 2 من 10 يعني تقريبا ما شافش المرمى بتاعك وقدر يطلع فايز بالمراه من 5 محاولات مقابل 18 محاولة للنادي الاهلي الدوري الممتاز ومباراة 0-0 2.6 من 10 الاهلي 1 و2 من 10 طلع الجيش فيه هنا ندية وفيه خطورة وفيه 7 محاولات الدوري الممتاز 27-8 فاز طلع الجيش 1-0 ودي كانت في عهد سوارش وده كان اقل اهداف متوقعة للنادي الاهلي مقابل اهداف متوقعة لطلع الجيش 6 من 10 قدر هو يفوز بالمراه بالامس انت لعبت يعني وفوزت 2-1 كان الاهداف المتوقعة 2 فقدرت تسجل 2 ودي نقطة ايجابية جدا كنا بنفتقدها المواسم الماضية اه عندي تحفظات على بعض انهاء الهجمة عندي تحفظات على مركز رأس الحرب ولكن لما يكون اهدافك المتوقعة 2 وتسجل 2 ده بيديك مرضود اولا فيه توفيق عشان بس ما نبقاش بنبخل يعني او بنبخل قصة التوفيق معنا لأ لما بيكون معنا بنقول اه كان فيه توفيق النقطة التانية ان انت قدرت استغل الفرص القليلة اللي جات لك برغم ان انت عامل 11 محاولة ولكن قدرت تسجل هدفين وتطلع بالمباراة فائزا مقابل 1.6 محاولات او اهداف متوقعة من فريق طراء الجيش الفترة دي بتوضح لك ما بعد كورونا ان فريق طراء الجيش فريق بيجيد اللعب امام الفرق القبرى وبيجيد التعامل مع مباريات النادي الاهلي وايضا بيجيد التعامل للامانة مع مباريات نادي الزمالك فكان مهم جدا ان احنا نستعرض يعني ما بعد الكورونا فترة او مقابلات او مواجهات الاهلي مع طراء الجيش عشان تبقى فاهم ان الفوز ده حتى لو جايب بشكل انفس فارس فهو فوز يعني افضل بكتير من نتائج سلبية تعرضنا لها مع طلاق الجيش الفترة بزبط يا عسامة ودي ارقام والخلاصة او الملخص ان انت يا جماعة اخر اربع مواجهات طلاق الجيش بياخد منك بطولة سوبر بيكسبك مباراة وبتتعادل مباراتين وانا بقول مقارنة باي فريق في مصر هذا السجل خير موجود يعني انت عندكش فريق في مصر اخر اربع مبارات يعتبر كسبانك ماشيلا ان السوبر اتحسب تعادل ولكن هو كسب بضربات الجزاء ده حتى فوز اقصى من فكرة التعادل حتى لو اه رقامية انت عادل ولكن ده خد بطولة منك فبالنسبة لك انت بتواجه فريق سجل لك قدامه وبيدخل قدامك بشكل نفسي مختلف عن اي فريق في الدورة وده مؤثر جدا ولكن داخل المباراة الارقام مهمة لان الارقام بتبين بعض الاشياء يعني النادي الاهلي حافظ على استحوازه ب58% مقابل 42 هنا بقى خلق سبع فرص مقارنة بستة لطلاع الجيش وده رقم كبير الاهداف المتوقعة اتنين للاهلي مقابل 1.16 لطلاع الجيش و1.6 يعني يعادل اكتر من هدف ونص وده ايضا رقم كبير التمريرات انت حافظت على عدد تمريراتك الكبير ولكن دق 83% ممكن بتنخفض شوية المحاولات 11 لستة وايضا ستة دعا فكرة رقم كبير لطلاع الجيش 3 انتارجت مقابل 2 انتارجت وهو كان ليه هدف ملغي هدف طبعا كان اكيد لازم يتلغي ولكن احنا بنتكلم عن وصوله لمرماك العرضيات 15-13 الركنيات 3 هو 4 فكل دي ارقام متقربة هنا بقى اهم من الرقم مدلول الرقم انا بشوف ان انت لما تيجي تبص الارقام النادي الاهلي هتطلع بحاجتي 11 محاولة منهم 3 بس انتارجت وعلى الجانب الاخر محاولتين انتارجت استقبلت منهم هدف وهدف تاني كان ملغي طيب القصة هنا ايه قصة اني لازم نبص في امور تخص النادي الاهلي فنية طيب مارسل كولر ايه قصته الراجل دجا عمل منظومة دفاعية جيدة ومنظومة هجومية متوازنة مقارنة بالادوات اللي موجودة عنده حاجة اسمها باترن ايه هي الباترن اللي هي التدرج بالكرة وطريقة بناء اللعب واشكال الخروج بالكرة من اول خط المرمى لحد خط الهجوم انا بشوف ان جزء مهم جدا ليس فقط دفاعيا يمكن الناس هتفتكر ده دفاعيا بس لا ده هجوميا كمان هو سنائية متولي وعبد المنام انا بشوف ان السنائية دي كانت مهمة جدا 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 سواء في حالة بدايتك للهجمة وتنظيم صفوفك او سواء وانت فاقد للكرة ازاي بتقف ازاي الخطوط قريبة ازاي ما فيش مساحات كتيرة جدا تحديدا ما بين الفول باكس اللي هو ما بين الظاهير الايمن والايسر والاتنين السنتر باكس في الهوف سبيسيس دي كان متولي ومنعم بشكل كبير جدا بيقفلوها وكمان بيعملوا التغطية وقت اللزوم وراء الظاهري ده انت افتقدته ومش عيب ان احنا نبص للقصة دي لازم مرسل كولر يشوف ادواته هل هو عنده مجموعة المدافعين وعا فكرة هذا ليس بشرط فقرة القدم ان يرتبط بالكفاءة يعني ايه يعني ياسر ابراهيم يعني ربيعة ممكن لو انت تيجي تشوف اندفيدوالي كده او بشكل فردي تقول الناس دي كولر ممكن تكون شايفة كويسة ولكن داخل منظومته هقوله الاهداف اللي تتناسب مع افكاره ولا يبدأ يبص ازاي يبدأ يعالج ده ويبدأ يبص ايه اللي محتاجه في الحتة دي بالشكل اللي يطبق افكاره لان مبارح كان عندنا خصوصا في لحظات كتيرة جدا اكرم اكرم اكيد لعب مهم جدا ولكن احيانا بيبقى فيه دفاعات كان عنده في المساحة الوراء كمان التغطية ليست في افضل احوالها لان الترحيل في رأيي ما كانش صح الترحيل في التايمينج بتاعه ما كانش صح كمان فيه كذا كرة يا اسامة للعابة طلع الجيش سهولة انه هو يسدد الكرة اللي بتتلعب وبيتعامل منها الهدف والباس بتاعها ازاي الكرة طلع الباس بسهولة من غير ما يكون فيه بلوكينج وازاي بتتضرب في الظهر وازاي الترحيل بيكون غلط وازاي بتستقبل هدف بسهولة كل ده لازم نبصه وحاجات كمان يا جماعة سهلة جدا زي فيهوقات كتيرة جدا كان سهل ان العابة طلع الجيش يقدروا يمرروا والكرة القدم عبارة عن وقت ومساحة وقت ومساحة الوقت بيدي القرار المساحة بتخلي القرار صح فالتنين ما كناش بنقابلهم صح لا الوقت كنا بنخليه مش موجود بالضغط ولا المساحة كنا بنغلقها صح لما الكرة بتتلعب عشان كده انا دفاعيا عندي حاجات كتيرة جدا شايفها مش مرتبطة بمنظومة كولر بقدر ما هي مرتبطة بالادوات اللي كولر بيطبق بها افكار اشتركوا في القناة ستركوا في القناة وتعلم شكرا لكم و food